احنا كنا مبارح طبعا بنتكلم على وفاة الأستاذ طلاح السعدان الله يرحمه ويمكن خلال الفترة اللي فاتت أصبحنا يمكن بنشوف كتير جدا فيديوهات بالإهمة على مواقع التواصل الاجتماعي حول مثلا جنازة الفنان الفلاني عزاء للفنان العلاني إلى آخره وكنا بنشوف لو صح التعبير يعني مواقف مش لطيفة بتجرى ما بين الفنانين والصحفيين ممكن في بعضها يكون فيه أخطاء صحفية أو أخطاء من بعض الزملاء وفي بعض آخر كمان كان بيبقى فيه ردود أفعال شديدة الحدة من الفنانين اللي موجودين لتقديم واجب العزاء وفي بعض الناس هيجي يقولك والله يا جماعة الصحفين مش المفروض يكونوا موجودين وفي بعض الموجودين أيضا أو بعض الآخرين آراء أخرى هتيجي تقولك لا والفنانين بياخدوا مواقف حدة بشكل مبالغ فيه وأكثر مما ينبغيه ماشي في النهاية هي آراء ومناقشات ولعل الموضوع يحتاج لشيء من التنظيم لعل ذلك طيب نقابة الصحفيين بتجتمع مع نقابة المهن التمثيلية لوضع الضوابط وعندنا بيان صدر عن النقابة عن نقابة المهن التمثيلية وها راهولكو حاليا عش كده هلبس من الضارة بقى وابقى إيه آه نقابة المهن التمثيلية ده البيان اللي صدر ومزيل بتوقيع الدكتور أشرف زكي خليني أطلعه لكو يا جماعة طيب نقابة المهن التمثيلية بيقول كالآتي بيان صدر النهاردة الصبح بيقول تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الاحترام والتقدير لجموع الصحفيين ومراسلين القنوات التلفزيونية كافة وتعتذر النقابة للسيادة الصحفيين والمراسلين وتناشدهم التفضل باحترام رغبة أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني بعدم حضور الصحافة والإعلام والمراسلين لعزاء الراحل حيث أن العزاء كويس حيث أن العزاء قاصر على العائلة والزملاء فقط ماشي خب لك من الجملة قاصر على العائلة مفهوم والزملاء فقط الزملاء هنا يبقى الفنانين بس هنا ما بين قصين لازم نفكر مع بعض بصوت عالي هل أستاذ صلاح السعدني بكل ما له من قيمة وقدر ومحبة وتاريخ هو فقط ملكا لعائلته وزملاءه في العمل الفني ولا هو ملك هذا الجمهور أيضا يعني افرد حد من محبين أستاذ صلاح من معجبين أستاذ صلاح من جمهور أستاذ صلاح عاوز يروح يعزي فأنا هقول له ما تعزيش طب أقول لكم على حاجة لطيفة ده بجد مش هزار البراجراف ده تحديدا خلاني ما روحتش أنا مش مقموص من الحاجة بس أنا قلت خلاص طالما الناس بتقول يا جماعة العزاء قصر على العائلة والزملاء فقط يبقى خلاص يبقى الواحد ما يروحش لأنه ده العائلة والزملاء ما فيهوش حتى الأصدقاء مثلا ما تفهمش المهم لذلك بيكمل البيان بولت وناشد نقابة البهن التمثلية السادة الأفاضل الصحفيين ومراسل القنوات التلفزيونية عدم الحضور احتراما وتقديرا لحالة الحزن والفراق ورغبة أسرة الفنان يمكن يكون البراجراف ده أو الفقرة دي في حد ذاتها بتوضح أكتر إنه المسألة بس احنا مش عاوزين مرسلين ومش عاوزين طيب بعد كده بيكمل وقد أعلن أستاذ الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثلية بأنه سيتم الاتفاق على وضع قصص وقواعد تحدد آليات حضور مراسم الدفن أو الجنازات بين نقابة المهن التمثلية والصحفيين والمراسلين حتى لا تسيء القلة لهذه المهنة العظيمة وخالص اعتذرنا وتقدرنا لكل الصحفيين والمراسلين ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم ونقيب المهن التمثلية أساس دكتور أشرف زكي توقيع وتحرير في 21 أربعة سنة عشرين أربعة وعشرين ده كلام على العين وعلى الراس بس تاني هرجع أقول وماذا لو يوسف مزيع فلاء علاء يعني حد أي حد مننا أي حد من زميل عاوز يروح يقدم واجب العزة هيتقلنا لأ فالبيان بيقولك لأ ما احنا بقى بنحاول نشرح لكو يا جماعة احنا مش عاوزين ولا مراسلين ولا صحفيين ولا عايزين مواقع ولا عايزين مش عارف إيه ولا الكلام ده طيب حاضر بس هنرجع تاني أليس هناك فارق ما بين الشخص العادي والشخص العام فيه فارق ولا مفيش